يعني ممكن مش شركة او موقع هو اللي يعمل ده زي ما احنا بنقول لكن شخص يعني طبعا احنا كلنا بنتعرض لموضوع الاختراق او الهاكيك اللي بيحصل على الاكاونت بتاعنا شخص لكن ممكن حد يعمل كده في الواي فاي او في الموبايل بتاعي بسهولة يا دكتور شخص لا مش بسهولة بس لو متخصص هيبقى ممكن يكون بسهولة لو متخصص هاكر يعني باختصار ايو لو مش هاكر ممكن يكون الكلام ده يعني ايه للأسف في شركات بتبيع الكلام ده طبعا هي تعلم ان هي شركات بتبيع هاكينج تولز او برامج هاكينج لكن هو بيبيعه لك على انه ايه رائب ابنك اوكي عفوا يعني شوف مراتك بتروح فين يعرفي جوزك فيه يعني هو بيبيعه كلام ده تحت هذا الاطار لدرجة ان في شركات بتبيع تليفونات تبدو انها جديدة لنج طبعا مش هنقول اسامي الشركات دي مطلقا يعني يعني تشتري تليفون جديد تماما بعلبته وهو التليفون معمول عليه update على الروم اللي على التليفون نازل فيه برنامج تصنط فهياخده صاحب التليفون ويعمل اللي هو عايزه فيه بس انت خلاص انت شاري التليفون بالبنامج ده وبيشتري الشخص ويبعاته كهدية طبعا احنا ما عندناش يمكن ثقافة ان حد بهذه حد بحاجة بتجيله online لكن في اوروبا وامريكا ده شيء عادي جدا ان واحد يبعات لك هدية انها جاية لك من الستور على البيت فانت هتسلم التليفون وانت كده بقى معك جاسوس صغير عايش معك في البيت نأمن نفسنا ازاي نرجع للسؤال بقى نغير الباسورد مثلا دي فكرة بنفضل نقولها يعني كل واحد فينا يجيله رسالة الفيسبوك يفضل يبعات له ان انت الاكاونت بتاعك بيتسرق فنغير الباسورد بس ده مش كفاية اعتقد اكيد اكيد بص حضرتك وفيه فيه امور شائعة طبعا السؤال ده ممكن اجابته متكررة بس يعني من باب التسكير هو بداية ياريت الناس كلها تتأكد ان الحسابات مربوطة ببريد الكتروني ورقم تليفون تحت ايدينا بيحصل ساعات ان حضرتك حسابك مثلا بقاله سبع سنين وانت من الساعة ما عملت الحساب عمرك ما دخلت على البريد الكتروني اللي عملت بالحساب وليكن مثلا هي بقت جيميل على سبيل المثال كويس لما يحصل ده ويجي في يوم الايام لقدر الله الايميل بتاعك تسرق تيجي تروحي ده تعملي رسالة باسورد فتروحي على الميل مش فاكرا انت الميل ايه كده حسابك ضاع وانت السبب على فكرة ايه تمام دي نقطة فنتأكد ان عندنا ايميل تحت ادينا بنقدر نتصل بيه ونأمن الايميل لان الايميل هو باب خلفي كبير جدا ومعلوم ان هو ده الاسهل لسرقة الحساب يعني اسرق ايميلك الاول وبعدين هدخل قولي انا نسيت الباسورد فيبعت لي باسورد رسالت لينك اخش رسالت الباسورد ودخل حسابك هنا الحاجة الخطوة التانية في حماية الحساب فين ان ابقى عاملتو فاكتور اثنتيكيشن اللي هو او اللي بنسميها المصادقة السنائية دي اللي انا كنت كتبت لحضرتك عليها على صفحة اللي هي عبارة عن ايه ان كل مرة بدخل مش بس بكتب الباسورد بتاعتي انا بيجي لي كود او بيجينريت كود من على التليفون ليه طريقة معينة تمام كل مرة حتى لو انا عارف كلمة السر السليمة مش هقدر ادخل غير لما اكتب الرقم اللي اتلعلي دلوقتي وده بيخلي فيه صعوبة كبيرة قوي على الاقل لا ده نقول قطاع كبير من الهاكرز ان هم يقدرون يدخل على التليفون حتى لو سرق الباسورد طب الميل بيمكن يتسير ازاي يعني ده الاكاونت الميل نفس القصة نفس الفكرة نفس القصة حبعت لحضرتك فيها في حاجة اسمها رسائل الاستياد الالكتروني حبعت لك رسالة مثلا تم الدخول على بريدك الالكتروني من اليابان من الاي بي رقم كذا اي رقم اذا لم تكن انت هذا الشخص طبعا الميل ممكن يجي غالبا بالانجليزي او بالعرب بس غالبا بالانجليزي بس ما معنى الرسالة اذا لم تكن انت هذا الشخص برجاء الدخول فورا لهذا الرابط وتغيير كلمة السر فبما ان حضرتك ما كنتش في اليابان مبارح اي او النهاردة الصبح هتقولي لا مشانا تقومي داخلة يطلع لك صفحة تباني انها الجيميل تماما وكأنها تماما الجيميل تمام هتقومي كاتبا اليوزر نيمو الباسورد عشان تخش تغيريها هي صفحة زائفة ده مش جيميل حقيقي فانا اللي فتحته بايدي فانتي دخلت على لينك عاسف في التعبير دحك على حضرتك استاد استادك تمام عشان كلمة نسميه الفيشنج بس الفيشنج الفيشنج الالكتروني ده بي اتش مش اف ده ده للتمييز لغويا بين ده وده يعني الفيشنج بي اتش بيبقى المقصود بي اننا ده استياد الكتروني هتكتبت الايميل بتاعك والباسورد بتاعتك هو كده اخدها في ثانية واحدة في ثانية لان دي ناس قاعدة دي يعني ناس منظمة او ممكن تبقى جريمة منظمة في ثواني يخش يغير الباسورد بتاعت الايميل وحضرتك بقى ايه مش هتغرفت تخش على ميلك دلوقتي تاني اوكي واخد ميل وابتدي يبتزك برضو من المشاكل ان نبقى رفعين على اونلاين درايف اين كان نوعه بيانات شخصية هامة او رفعين صور شخصية يعني ممكن تكون حساسة بزيادة لذلك دايما بنصح نصيحة ودايما اقول الجملة دي انا عارف ان جيل الشباب هيعتبر ان انا يعني ايه من ناس القدام يعني او ايه اللي هو بيقوله ده بس والله وكل واحد حر وهتحمل تبعات قراره حضرتك لما تعملي بقى بلي بيانات مهمة اعملي طبعا نسخة احتياطية ده ضروري جدا اوفلاين فلاشة سيدهاية بجنيه ولا باتنين جنيه تمام هارد ديسك اكسترنال وانشيله لان انا لو حطيت البيانات بتاعتي على لابتوب ممكن يجيلي فيروس او يجيلي رانساموير اللي هو فيروسات الفيديا ويبقى عندي مشكلة احطه على كمبيوتر تاني ممكن يختارك احطه على جهاز متصل بانترنت ممكن يختارك برضو الحل اللي هو نظريا جازم في الامر ده ان نحط الداتا على اوفلاين ميديا انا مش متصلة بالانترنت وانسيبها على جنب وكي ولا سيامة البيانات الهامة والبيانات الشخصية